حتى رئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين على إظهار السخاء للاجئين السوريين مذكرا إياهم بأن المهاجرين الذين جاءوا إلى أمريكا عام 1620 كانوا أنفسهم هاربين من الاضطهاد بحسب تعبيره وتعهد أوباما في رسالة عيد الشكر تعهد باستخدام حق النقد البيتو ضد مشروع قانون المجلس النواب بخصوص تجديد إجراءات اللجوء مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي لاجئ إلا بعد الخضوع لأعلى مستويات الفحوص الأمنية التي تجري لأي شخص يسافر إلى الولايات المتحدة وما سأبار بالحالات للمقارن الأنسان وما سأبار بالحالات فلا مشروع القطار اعجاب من أسماء العديد من فجراء